موسيقى نشرت أخبار ثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوين امضاء اتفاقية تعاون وحرص على تعزيز التعاون المشاركة في اليوم الأول من زيارة رئيس غينيا الاسيوائية إلى تونس اتفاق بين تونس والجزائر حول امكانية التمديد في استغلال جزء من انبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا وفي العالم تواصل القتال في الغوطة الشرقية في سوريا رغم الهدنة المعلنة تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم التقى رئيس الجمهورية الباجي قيدي السبسي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو ابيانج انجيمان باسوغو الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس مرفوقا بوفد من الوزراء وكبار المسؤولين الغنيين اللقاء تم خلاله الإمضاء على ثمانية اتفاقيات تعاون مشاركة وسطا مرسم استقبالها الرسمي التقى رئيس الجمهورية باجي قيدي السبسي برئيس جمهورية غيني الاستوائية تيودور أوبانيون جينجيما باسوغو مرفوقا بوفد من غزراء وكبار المسؤولين الغينيين لقاء رئيس الجمهورية بنظيره الغيني الذي تلته جلسة عمل موسع بين وفده البلدين للتباحث في مختلف مجالات التعاون وتوجه بتوقع ثمانية اتفاقيات الشركة شملت مختلف المجالات قال بشأنه رئيس الجمهورية الباجي قادي السبسي إنه يعكس رغبة البلدين في تنويع مجالات التعاون وأنه ثم تحرص على تنزيل مجمل الاتفاقيات على أرض الواقع أسجل معكم وأن ما تم الاتفاق عليه هو هام جدا وكما قلت يغطي كل ميادين النشاط وسأحرش شخصيا على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لخير البلدين الشقيقين كما يقولون الآن يعني جانيون جانيون كما يقال رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبانيون جنجيمان باسوغو من جنيبه والذي قرر فتح صفرة لبلاده في تونس وإلغاء التأشير لكل التونسيين الرغبين في التوجه إلى غينيا قال إن بلاده التي نالت استقلالها دون أن يكون لها كفاءات عالية في عدة مجالات بحاجة مسأل تجربة تونسية المتميزة التي ركمتها من خلال شراكاتها المتنوعة أن توقيع هذا العدد من الاتفاقيات يعكس رغبة البلدين في تعزيز مجالات التعاون المشترك وتنويعها أعتقد أن رغبة البلدين ترتكز على إذفاء دينمايكية على هذه الشرقة ولهذا آمل إثر إمضاء هذا العدد من اتفاقيات التعاون المشترك أن يحرص الطرفان على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتنزيلها على عرض الوقت المسألة موكولة لوزيري خارجية البلدين الذين سيدعوان اللجنة المشتركة التونسية الغنية للاجتماع من أجل الحرص على تنفيذ الاتفاقيات الممضات ودفع التعاون والتشاور بين البلدين بحسب وزير الشؤون الخارجية خميسي جينو هناك بعض القرارات الهمة التي اتفق في شأنها الرئيسين وسيتم متابعتها بعد ذرور الظهر في لقاء الرئيس الغيني مع سيد رئيس الحكومة تتعلق بدعم غينيا وتمكينها خاصة في المجالات الحيوية التي تونس عندها خبرة زيارة رئيس الجمهورية غينيا الاستوية إلى تونس والتي تتواصل يوم غد والذي سيجري خلالها عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة تدخل في سياق السياسة التي تنتهجها تونس بانفتاحها على محيطها الافريقية كما التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم بدار الظيافة بقرطاج رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ انجيمان باسوغو قد فد ضيف تونس أن زيارته تأتي في إطار مزيد دفع علاقات التعاون بين البلدين كما شدد على همية عقد الدورة الثانية للجنة المشاركة تونسية الغينية بتونس في أقرب الأجالة انعقدت اليوم اللجنة المشاركة تونسية الجزائرية للطاقة التي طرحت عدة مسائل تتعلق بالاستكشاف والتنقيب وقد تم بالمناسبة الإمضاء على محضر اتفاق لتزويد مدينة ساقية سيد يوسف بالغاز الطبيعي الجزائري مع موفا هذه السنة بعد الاتلاعي على عمل اللجان الفرعية للطاقة بين تونس والجزائر أمضى وزيرات طاقة والمناجم والطاقة المتجددة خالد قدور ونظيره الجزائري مصطفق توني محضر اتفاق اللجنة المشتركة تونسية الجزائرية للطاقة الذي ينص على اتفاق أولي لتزويد مدينة ساقية سيد يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي الجزائري مع موفا هذه السنة على أن يشرع في المفاوضات في مارس القادم للتزويد بالغاز الطبيعي للمدينة ساقية سيد يوسف وهذا رمز للطورة هذه المدينة التي سقطوا فيها شهداء ززائريين وتونسيين في 8 فبريق 1958 اللجنة التي طرحت مسائل التعاون في الاستكشاف والتنقيب جدتت الاتفاق على ضمان تزويد تونس بالكهرباء في حالة نقص التوليد تونس تنقص مثلا من الكهرباء تأخذ من شبكة الجزائر وبالمثل التعامل يكون بالمثل موجود هذه اتفاقية موجودة منذ عدة سنوات والحقيقة معناها كل التفاهم وجدناها مع الاخوة الجزائرية مع السيد الوزير معناها ليأكد معناها إذا تم إشكاليات معناها في الطاقة فالجزائر مستعدة دائما اتمدنا بالكهرباء وتزامنا انعقاد هذه اللجنة المشتركة مع بدء تونس جولة جديدة من المفاوضات مع إيطاليا للتمديد في استغلال أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية وقد أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتشددة أن هذه الامكانية واردة جدا احنا والاخوان الجزائرين على نفس الخط تقريبا معناها على نفس الخط معناها إشكاليات معناها التمديد بش يكون وارد معناها التمديد فيه نبدأ واني قلت شهر القادر نتده مفاوضات والتمديد وارد جدا معناها مثلا مش حتى إشكالي وتتوقع الحكومة تحصيل عائدات من عبور أنبوب النفط الجزائري عبر أراضيها بحوالي 474 مليون دينار وفي هذا الإطار التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مصطفى جيتوني وزير الطاقة الجزائرية وقد مثلت سبل توطيد العلاقات الثنائية تونسية الجزائرية محور اللقاء وفي هذا الصدد أكد وزير الطاقة الجزائري حرص بلاده على دعم تونس خاصة في المجال التاقي في مضع نخر تتواصل في مقر ولاية جفصة جلسة تفاوض بين ممثلي الاتحاد العام تونسي للشغلة وعدد من المعتصمين في مراكز إنتاج الفصفات بمدن الحوض المنجمية بحضور عدد من نواب الجهة وعدد من مكونات المجتمع المدنية وحول الاتفاق مع الحكومة بشروع في توفير 7000 موطن شغل في الجهة أكد وزير الطاقة والمناجم والتقات المتجدد اليوم أن شركتي فصفات قفصة والمجمع الكيميائي في حاجة إلى ألف وستة موطن شغل قارة مع شروع في تكوين شباب لتلبية حاجية المؤسسة مستقبلا أحنا قلنا أنه ثم ألف وستة موطن شغل معناها قارين في المؤسسة في شركة الفصفات وشركة المجمع الكيميائي هذا مقاع على أنهم سابقا وذلكم حاجيات المؤسسة هذلكم معناها فيهم أماكن ويردة ثم أنه بشيقع تكوين قلنا بشيقع تكوين معناها الشباب معناها لإعدادهم إلى الخطط الوظيفية في المستقبل وثم زاد إمكانيا تجييع الشباب عن قرب بشي تكون ثم سياسة قرب لتجييع الشباب على بعث خلق مواطن الشغل وخلق الثروة في مشاريع صغرى يكون معناها أنهم كادروا مو كبير بالنسبة لهم في مستوى المعتمديات بشي يكون معناها سياسة قرب أعلن وزير التجهيز والإسكان وتهية رابية محمد صالح العرفوي أنه تم حاليا إنجاز أربعين بالمئة من المشاريع المبرمجة ضمن المخطط عدد ثلاثة عشر الذي يمتد إلى حدود الفين وعشرين أعلن الناجاء خلال ندوة صحفية استعرض خلالها الوزير تقدم إنجاز أشغال المشاريع الوطنية الكبرى بكلفة تقديرية تبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دينار من المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق ما أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال ندوة صحفية يهم تقريباً 4600 مسكن اجتماعي أو في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي موزع على تراب الجمهورية إن شاء الله كما قلت لكم وهذا ما تم بخصوصه إمضاع اتفاقي التمويل منذات في جويلة 2017 وإن شاء الله يقع تمريرها في أقرب الأجال على مجلس نواب الشعب ويتم بذلك الأعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع كما أعلن الوزير عن عدد من المشاريع الكبرى من بينها مشروع تبرور الذي تعطل تنفيذه في أكثر من مناسبة الاتفاق مع وزارة أملك الدولة تم مراجعة مكونات هذا المشروع ومواصفاته وسيقع عرض هذا المشروع على مجلس وزاري قادم وتقريبا خلال شهر مارس على أقصى تقدير أما فيما يتعلق بمشروع بناء جسر بن زرت الذي يربط المدينة بالطريق السيارة فستنطلق أشغله في شهر أبريل سنة 19 وألف عين مشروع كبير وكبير جدا تقريبا مقيمة 750 مليون دينار انتظروا أهالي ولاية بن زرت وكل أهالي ولاية الشمال هناك طريق حزمية لمدينة بن زرت بطول حوالي 9.5 كم وسيقع إنجازه وتأمل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنفيذ برنامجها في مجال البنية التحتية الطرقية الذي تقدر اعتمادته بـ 35 مليار دينار وبلغ طول شبكة الطرقات السيارة 1300 كم في أفق سنة 30 و 2000 ومن المنتظر أن يعرض مشروع تهيئة الأراضي المتخمة لمشروع باب المتوسط على ضفاف بحيرة تونس الجنوبية على مجلس وزاري الشهر المقبل وفق ما أعلن وزير التجهيز صدر اليوم براءة الرسمي للجمهورية تونسية الأمر الحكومي المتعلق بضبط سياغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين والذي يعتبر خطوة في اتجاه تجسيد برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة هذا الأمر الجديد سيمكن الأعوان العموميين من سيغة جديدة لمغادرة الوظيفة العمومية إضافة إلى فتح الإمكانية للتحكم في كتلة أجور الأعوان العموميين ومجابهة العجز المتنامي للصناديق الاجتماعية هذا وينطلق قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بداية من غرة مارس 18 والفين ويمتد إلى غاية الثلاثين من أفريل القادم وأفد بلغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللجان الفنية تنطلق في دراسة مطالب المغادرة المقدمة من الأعوان بداية من الثاني من ماي القادم ومن المنتظر أن يكون يوم غرة جويليا المقبل تاريخ مفعول المغادرة وصرف المنحة الجزافية للأعوان المعنيين ومن أهم مقترايات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين راغبين في المغادرة الطوعية من حتى مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادلة لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد ويكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية ويواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة علما وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى حال اتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الاختيارية منح سند علاج خاص للمعني بالأمر أم عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يتم صرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة أو رأس المال عند الوفاة حسب الحالة للمعنيين بالأمر أو أولي الحق طبقا للتشاريع الجاري بهالعملة كما يمكن للأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية الانتفاع بآليات مرافقة لبعث مشاريع خاصة أو الانتصاب للحساب الخاصة في تحرك احتجاجي جديد دخل عدد من الأستذى النجحين في منظرة الكاباس سبع عشرة وألفين فاعتصام مفتوح في مقر المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 على خلفية ما اعتبره تنكر سلطة الإشراف لاتفاق يقضي بانتدابهم قبل الدخولية في مرحلة التكوينة تعددت تحركاتهم الاحتجاجية وشعاراتهم ولم تتغير مطالبهم المتمسكة بالانتداب هم عدد من الأستذى النجحين في منظرة الكاباس سبع عشرة وألفين دخلوا منذ يوم أمس في اعتصام مفتوح وذلك احتجاجا على مقترح وزير التربية الذي وصفوه بالهزيل والترقيعية المقترح اللي جيبه سيد وزير التربية هو سد شغور سيد طالبنا بش نسد شغورات في البلاد تحت غطاء التكوين الميداني مطالبنا مباشرة العمل في أجلة يتجاوز 15 سبتمبر 2018 ورانا مسامحين من 15 سبتمبر 2017 نحن لا نطلب أكثر من حقنا والرأي العام بش يكون واضح لا نطلب أكثر من حقنا مع التكوين اللي هو ربما يغالط أنه نحن ضد التكوين نحن مع التكوين ولكن اليوم أعطيني انتدابي أعطيني سيفتي وإيجا كويني محن مستحيل نرضى بأنصاف الحلول محن نشحين في مناظرة وطنية بش نرضى بأنصاف الحلول هذا وهدد المعتصمون بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى إلى حين تجاوب سلطة الإشراف مع مطلبهم متبعة تحركات المستقبلية للأساتذة ومصار المفاوضات مع وزارة التربية ورئاسة الحكومة بعد انسداد أفق التفاوض في الملفات المطروحة للجامعة العامة للتعليم الثانوي ومن بينها المطالبة برفض الترفيع في سن تقاعد وتحين المنح الخصوصية للأساتذة ملفات انطلق تلايات الإدارية القطاعية للجابعة العامة للتعليم الثانوي في مناقشتها برئاسة الأمين العامة المساعد للاتحاد العام تونيسي للشغل سمير الشقية ليست هناك لا سنة بيضاء ولا سنة رمادية ولأننا بالنسبة لنا النقابة العامة للتعليم الثانوي وقطاع التعليم الثانوي يناظر من أجل المدرسة العمومية من أجل المستقبل أفضل لأبنائنا فمسئلة أن يحشر أبنائنا في معادلة الصراع بيننا وبين الحكومة والوزارة هذا بالنسبة لنا مسألة غير قابلة للنقاش يشكو مركز الاتحاد تونيسي لإعاناة الأشخاص القاصرين الذهنية نافر على منه لا نقائص عديد من أهمها البنية التحتية والتجهزة ولعل المساعدة التي تأتي من هنا وهناك يمكن أن تخفف عنهم وطأة المعاناة نحب بيشوف نحب بلو عب عب حاجة حلوة نكلها بسيطة هي الأشياء التي يأملون فيها فقط يريدون دفءا مأكلا وألعابا هم أطفال بمركز الاتحاد التونيسي لإعاناة الأشخاص القاصرين ذهنيا بفرع منه لا هم فئة قليلة من كثير من الأطفال أمثالهم فمعاناتهم معانات وهذه الصور ربما لا تكفي لإبراز وجع محفور في قلوبهم وما يزيد من ماساتهم حال المركز الذي تنقصه أبسط الضروريات بصراحة معانات وهو كدور وشوفهم معناها يعانيوا برشا معناها أحنا هما اللي يوجعنا حالو مخاطر أحنا اللي معاهم كل يوم ونشوفوا فيهم شنو اللي يعانيوا كل يوم إذا كان صغير يجي يرقض لك على الطاولة هما عندهم إعاقة ذهنية ما نجمش معناها ما تلقاش لازي كيب مون اللي بش تخدم بيهم معاه إذا كان هو يجيك جيعة قرسة ماتريال ما فهميش بش تخدمه معاه كيفش تحب تقدم بيه القدية يجب تتكاتف الجهود الكل معناها بش نواصلوهم هيدو شنواذن بهم هم وفي بادرة انتظامنية تأخذنا إلى مؤسسة تربوية أخرى هي إحدى رياض الأطفال الخاصة حيث وجدنا لمسة خير بإمضاء عدد من الأولياء وأطفالهم هي عملية تبرع في إطار سوق مفتوحة ستواجه إلى مركز الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين الذهنيا بفرع المنيلة الأطفال سهموا كل على طريقته في مبادرة بسيطة تلقائية في شكلها ولكن في مضمونها تحمل الكثير من المعاني هدفها غرس روح التضامن لدى الأطفال حاجات بسيطة أحنا بش نسهموا بها ولديتنا يعني دوزونا نقول لنا يتعلموا البيع وشري في نتاقة إطار طبعا في نفس الوقت راهوا ديك الفلسات رانا مش نعطوهم لأخواتنا الأخرين نعاونوا بهم أخواتنا الأخرين اللي هما محتاجين شوية نحن راهوا حاجة صغيرة راهوا بالحق هي حاجة صغيرة أما بالنسبة للطفال راهي حاجة كبيرة راهي ضحكة راهي بسمة راهي حياة نحب أن نرسخوا هالقيم النبيلة في أطفالنا منذ الصغر أنه فما أطفال أخرين موجودين في بلايس أخرى ما هم مشتابعين مؤسسات خاصة ما يتلقوش في نفس الخدمات ومن هنا نفهم أن بالسواق الصغيرة تصنع الجداول الكبيرة يكفي أن نتحدى ونتضامن ليشتعل الفحم لأن بتفريقه ينطفئ ومع انطفائه ينطفئ الأمل يكفي أن نرسم أملا بسمة فرحة على شفاه الأطفال من ذوي الحاجية الخصوصية ولا بد من الانتباه دائما أن هناك أطفال يحتاجون الدعم والمساعدة أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية اعتماد البرنامج الوطني لمكفحة الصيد والأمراض المنقولة جنسيا 18-22-2000 خلال ملتقن عقد للغرض برنامج تسعى من خلاله إلى الحد من انتشار هذا الفيروس أكثر من 2500 إصابة بفيروس السيدة تم تسجيلها منذ ظهور هذا المرض في تونس سنة 86-900 والف إلى حدود أواخر السنة المنقذية تعايش مع هذا الفيروس 1750 شخصا أرقام تم الإعلان عنها خلال ملتقى عقد للغرض ولمكافحة السيدة والأمراض المنقولة جنسيا تسعى الشهاد المعنية إلى توفير الخدمات الوقائية والعلاجية لكن يبقى المشكل المشكل كشف الحالات في مرحلة مبكرة وهذاك عليش نحاوله بش نخدمه على الكشف المبكر في مراكز الكشف الإسمي والمجاني اللي منتشرة في الجمهورية التونسية واللي عددها 25 مركز الأبجيكتيف متاعنا نخلطو زيغوكا من هنا لألفين وثلاثين وهذا هو أبجيكتيف عالمي مش ما يخص تونس بركا بش نخلطو هذة يلزمنا ندعم الوقاية لفيها كذلك التقصي وندعم العلاج المجاني للأشخاص المصابين وخلال الملتقى أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة السيدة والأمراض المنقولة جنسيا كوسيلة للحد من هذا المرض ترتكز على أربع محاور المحور الأول هو الوقاية ثانيا هو الرعاية ثالثا هو دعم الحقوق المتعايشين رابعا هو التنصيق بين تدخلات مختلف الأطراف البرنامج الوطني لمكافحة السيدة والأمراض المنقولة جنسيا يعد ضمن البرامج الوطنية للصحة التي اعتمدتها الوزارة المعنية للتحكم في الوضع الصحي اعتبر المجلس الأعلى القضاء في بيان له أن ما وصفه بتجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية بي بن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤولا وأوضح المجلس أن مصدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه مساس من استقلالية القرار القضائية ويمثل اعتداء مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها وحمل البيان السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم داعيا إلى تعزيز أمن المحاكم واتخاذ الوسائل القانونية والمدية اللازمة لتأمين المحاكم والإطار القضائية وكانت نقابة موظفية لدارة العامة للأمن العمومي دعت مساء أمس لحد جميع الأمنيين إلى الاستنفار والحضور صباح أمس بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس ذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين أخرين بحالة تقديم من أجل شبهة تعنيفة إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على أحد مواقع تواصل الاجتماعية عقدة النائبة في البرلمان الأوروبي ماري كريستين فاردجيا التي دافعت عن مقترح عدم إدراج تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ندوة صحفية أكدت خلالها أن تونس لا ما كان لها في هذه القائمة لاعتبارات عديدة خلال ندوة صحفية في مقر مؤسسة روزا لكسنبوغ أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي ماري كريستين فاردجيا والتي دافعت على مقترح إخراج تونس من قائمة الدول الأكثر عرضة لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب أكدت أنه لا ما كان لتونس على هذه القائمة صحبة دول تعيش حالة حرب وفوضى واعتبرت إدراج تونس على هذه اللائحة بمثابة العقاب السياسي لقد قدمنا بمشروع معارضة إدراج تونس على هذه القائمة لأننا لا نفهم وجه الشبه والعلاقة بين تونس ودول تعيش الحرب على غير سوريا واليمن كما أن التصنيف جاء على خلفية تقييم يعوده لسنة 16 والفين قبل أن تقوم تونس ببعض الإصلاحات التي كان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وبصراحة أعتقد أن أسباب أخرى كانت وراء التصنيف رغم أنه لا دليل لي على ذلك أعتقد أنها ورقة ضغط لتسريع اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي الذي يراوح مكنه لأسباب تتعلق بالطرفين من جهتها اعتبر فتح الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية في البرلمان أن الحكومة التونسية لا تمتلك أدوات المفاوضة المناسبة للحفاظ على صورتها ومصالحها أمام شركائها الأوروبيين فما برشة فساد مالي في تونس وفما الجانب هذا الفساد وفما الإرادة السياسية والعزيمة المقاومته دول كثيرة عندها الإخلات هذه أما الوفات التي تح علينا نحن توا يعني أن الحكومة في نفس الوقت لم أعرفت كيف تتصرف وتخدم وفي الملف هذا وقت الذي تبدأ حكومة لا يوجد حتى أي وسيلة أو حتى أي ورقة كذا نقول ألي مصالح البلاد مهما كانت نخاف عليهم أنا سواء كان في المفاوضات التجارية أو في المفاوضات الفلاحية أو غير وقد أكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى أن تونس تسعى إلى القيام ببعض الإجراءات لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية من أجل تحسين هذا التصنيف في أقرب الآجال هو السجل التجاري وأنه ندخل في قانون الإرهاب نشيره لمسألة انتشار لأسلحة الدمار الشامل هذين هم النقطين اللي يمزلوا ونحن قاعدين نخدم عليهم على أساس أن ننتهيوا منهم في مي هذا السيس لحكومة وهذا اللي اتفقنا عليهم من نوفمبر يعني مش حاجة جديدة هذين قاعدين نشتغلوا عليه وإن شاء الله من هنا النوفمبر من هنا الماي يعني نكملوا هالنقطين هذوما ثم يقع النظر يعد النظر في تصنيف تونس تحت المراقبة ومن المنتظر أن تجتمع مجموعة العمل المالي بطلب من تونس غدا في باريس من أجل مراجعة تصنيفها ما سيمهد لإخراج تونس من اللائحة الأوروبية للدول الأكثر عرضة لطبيض الأموال وتمويل الإرهاب انتظمت بالعاصمة البلجيكية بروكسولا ندوة فكرية للجنة الليقظة من أجل الديمقراطية بخصوص الهجرة في دولة القانون بهدف البحث عن أوجه الاختلاف والتشابه بين تجربة تونسية والبلجيكية في هذا المجال هي مناسبة للقيام بمقارنة بين الهجرة في تونس والهجرة في بلجيكا منطلقها دراسة قام بها الباحث جون ميشيل لفلور وحاولا من خلالها التفني دوسمن لطالما ترصب لدى البلجيكيين بخصوص المهاجرين وبأن أعدادهم أقل بكثير مما يعتقدون يشكل قدوم المهاجرين المغاربة إلى بلجيكا زخما تاريخيا مهما وهم الآن مكونوا مهم بالتنوع فيها ولكننا لو نظر للأرقام الوافدين إليها فسنجد قدوم تونسيين والمغرب أقلية ذلك أن العدد الأكبر للوافدين إلى هنا هم من الأوروبيين عكس ما يعتقده الشعب البلجيكي 59,490 أجنبي موقيم في تونس بالنسبة لهجرة الكفاءات في 2017 حسب بعض الإحصائيات عنا ما يقارب 800 طبيب غادر تونس و1300 مهندس وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء الحواري على ضرورة احترام حقوق المهاجرين سواء كانت أسباب هجرتهم سياسية أو اقتصادية نجابه تحديات الهرمية السكانية وربما سنحتاج إلى اليد العاملة ومن مصلحة مجتمعنا أن نعتمد أكثر على حرية التنقل تدريجيا في كل أنحاء العالم وذلك خدمة مصالحنا ولكننا بصدد المصادقة على قوانين تنتهيك حقوق الأنسان والحقوق الأساسية للمهاجرين من المؤكد وأننا لسنا على علم في بعض الأحيان بأن أعداد النساء المهاجرة إلى بلجيكيا كبيرة وبشهادات علمية رفعة ولكن للأسف لا يتم الاعتراف بكفاءتهم كثيرا ما يتم التحدث هنا في دول اتحاد الأوروبي عن الهجرة من دول الجنوب إلى دول الأوروبية ولقل ما يتم التحدث عن المصالح المتوفرة والموجودة لدول الاتحاد الأوروبي وألاف الأشخاص الأوروبيين الذين يعملون داخل الدول العربية والدول النامية إشكاليات المهاجرين متعددة ومنها الإقامة بالنسبة للطلبة التونسيين في بلجيكا كيفاش طالب يبدأ الدراسة متاع ويبدل النتور متاع القرية ديرك تماما يبدلوا لوشي لوتيتر دي شجور إستاندغام فهمت لا ينجم يروح لا ينجم يقعد فهمت يوناديكا مشكل متاع الميغرسيون واحدة أخرى في بلجيكا فما مشكل متاع الميغرسيون في الأوروبة في جنرال وفي تونس ما ننسى وشالي زادة عنا زادة مشكل من نوع ذلك بخصوص التوينسة اللي هجروا لبلجيكا والأوروبة وبخصوص اللي يجيوا معناتها اللي زيترانجي اللي يجيوا ويعيشوا في تونس هجرة في دولة القانون ونظرات متقاطعة بين تونس وبلجيكا في ظل تواصل حلم الهجرة لدى الشباب واعتماد تونس كنقطة عبور نيلة بالحاج التلفز الوطنية بروكسل ومن بروكسل إلى سوريا حيث دعت روسيا إلى هدنة بخمس ساعات في الغوطة الشرقية استجابة لطلب فرنسي بغاية نقل المساعدات وإجلاء الجرحة غير أن القصف استمر في مخالفة لمدع إليه مجلس الأمن الدولية قال وزير الخارجية الروسي سيركي لافرافينو سيتم نقل مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية في سوريا باستخدام ممر إنساني ساعدت موسكو على فتحه الوزير الروسي فاد في مؤتمر صحفي مع نظري الفرنسي جون إيف لودريان أنه سيتم السماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية آخر المعاقل الكبيرة للمعارضة السورية في دمشق خلال فترة وقف إطلاق النار التي دعت إليها وتستغرق خمس ساعات فقط من الساعة السابعة إلى الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش وردت فرنسا من روسيا على اعتبار حليفة للحكومة السورية إجراءات محددة لفرض وقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة وهذا على فرضية أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية وخلافا لما تمليها ضرورة غير واضحة وأكد الوزر الفرنسي أن روسيا هي أحد اللاعبين الوحيدين الذين يمكنهم حمل النظام السوري على تنفيذ كل هذا وصرحت مصادر دبلوماسية بأن منظمة حضر الأسلحة الكيميائية تحقق في هجمات قالت إنها وقعت في الأوين الأقيرة بالغوطة الشرقية لتحديد ما إذا كانت دخائر محطورة قد استخدمت وضافت المصادر ذاتها نهدي المنظمة ومقرها لها تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشعر في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق وتلوح بريطانيا ببحث المشاركة في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية إذا ما ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين وفد وزير الخارجية البريطاني بوريس شونسون أنه يأمل أن لا تقف بريطانيا ودول غربية أخرى دون حراك في حالة شن هجوم كيميائي مبنيا دعمه لضربات محدودة إذا ظهر دليل لا جدل فيه على ضلوع الحكومة السورية وقدرت الأمم المتحدة أن القصف السمر في الغطة الشرقية ما حال دون وصول المساعدات وحسب المتحدة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شون الإنسانية يجب وقف الأعمال القتالية هناك لمدة 30 يوما كما طالب مجلس سلامنا الدولي فهي مسألة حياة أو موت وحسبيا هناك أكثر من ألف مريض وجريح على قائمة الهلال الأحمر السوري يحتاجون الإجلاع حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في اليمن والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخصة قد يتفش من جديد في موسم الأمطار الذي يصادف شهر أفريل المقبل تعود أسباب تفشي هذا الوباء أساسا إلى الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي في اليمن في أخبار رياضة وضمن استعداداته لمونديالا روسيا سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم وديا نظيره البرتغالي بطل أوروبا بمدينة لشبونة في الثامن والعشرين من مايا المقبل في لقاء نشرت الجامعة بثه مباشرة على القناة الوطنية طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من الجامعة تونسية خصم ست نقاط من رصيد النادي البنزرتي على خلفية عدم خلاص مستحقات اللاعب السابق إبراهيم أبو بكر اليو في الأجال المحددة أعلنت الجامعة تونسية لكرة القدم على موقع الرسمي أن تونس ستكون ممثلة في البطولة العربية للأندية البطلة لموسم ثماني عشرة وألفين تسع عشرة وألفين بفريقية رجي والنجمة الساحلي بعد أن قرر الاتحاد العربي الترفيع في عدد الأندية المشاركة إلى ثنين وثلاثين فريقا وستقام النسخة الجديدة من البطولة العربية التي ستنطلق في أوت المقبل بنظام الذهاب والإيام مع خروج الفريق المنهزم نعقد التعاشية اليوم بوزارة شؤون الشباب والرياضة جلسة عمل حضرها ممثلون عن وزارتي الداخلية والعدلة وممثلون عن الجامعات الرياضية الجماعية وخصصة لاستعراض مشروع قانون مكفحة الشغبة والتعصب في المجال الرياضي والذي تضمن خاصة تطوير أليات منظومة المراقبة في الملاعب وتركيز مؤطري جمهيرة بهدف سحب قوات الأمن تدريجيا من الملاعب كما تم خلال الجلسة تأكيد على ضرورة إنجاح ما تبقى من الموسم الرياضية المقاربة التي نخدمها ليس الجانب الردعي والجازة فقط لا نحن الذي يهمنا قبل كل شيء ساعة تبدأ عنا مقاربة شاملة فيها الجانب الردعي لكن أيضا فيها الجانب الوقائي والتحسيسي وفيها الجانب الفني إن شاء الله لكي نبدأ بالتجربة بالتنصيق مع وزارة الداخلية وأكيد مع زادة هيئات الأحباء للجمعيات خاطر اليوم ضروري وليو عنا مؤطرين للجماهير بالنسبة لإنقاذ الموسم الحالي عنا الإطار القانوني القانون 104 لسنة 94 واللي هو الفصول متاعه واضحة ولا بد من تطبيقه نحن نفهم الأليات الكافية لأنه تخلي القانون يتطبق من الكاميرات السورفيونس منها ما حاضر تكون مخدمة بالكداب برشة عديد الأشياء إن شاء الله إن شاء الله بحديثنا اليوم ما زالت العمل القدام إن شاء الله كبير وإن شاء الله نوصله لسياغة قانون قانون يستجيب للواقعنا نحن ويستجيب ويكون صدمة نيع لكل التجاوزات يمكن تحدث داخل ملاعبنا إن شاء الله يا رب اهتموا بالكرة الصفراء حيث تأهل لعب تنس تونسي مالك الجزيري إلى دورة ثاني من دورة دبي بعد فوزها على البلغاري ديمتروف المصنف رابعا عالميا بمجموعتين لواحدة سيلاقي الجزيري في الدورة الثاني غدان الهولندي روبين هاس المصنف ثالثا وأربعين عالميا إلى التذكير بالعنوين امضاء اتفاقيات تعاون وحرص على تعزيز تعاون المشاركة في اليوم الأول من زيارة رئيس غينيا الاستوائية إلى تونس اتفاقنا بين تونس والجزائر حول امكانية التمديد في استغلال جزء من أنبوب الغازي الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا وتواصل القتال في الغوطة الشرقية في سوريا رغم الهدنة المعلنة وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوبة التلفزة تونسية تونسيا تيفي بوان تيان بقيت متابعة طيبة لبرمجنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة